موسيقى 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 أولاً تنبغي نذكر أن انتخاب المغرب حصل في واحد الظروف واحد المناخ دولي ليس بالسهل على مستوى يعني الأزامات الجيوسياسية والحروب وكذلك يعني واحد نوع من القطبية اللي كانت مهيمة على أشغال المجلس إذن رئاسة المغربية دخلت في هذا المناخ وكان الحرص ديالها الأساسي وهو يعني تخفيف من تدعيات ديال كل هاد يعني الأزامات في على أشغال المجلس هذا كان يعني المسؤولية الأولى ديال رئاسة المغربية ويمكننا نقوله يعني بكل صدق وبدون مبالاة أنه لحد الساعة بعد 16 وباعتراف الجامع باعتراف الجامع أنه الميتودولوجية لتطبق الرئاسة المغربية في الدفع بالحوار وبطبيعة حل الحرص على تطبيق القوانين الداخلية ديال المجلس بهذا فرها جعلت يعني كذلك الموقف المحايد التام ديالرئاسة المغربية جعلها تكون يعني ما صب الاحترام وما صب التقدير في يعني قيادة الأشغال المجلس هذا كان بالنسبة للحاصلة عنوان أساسي بالنسبة كذلك القضايا اللي تقدم بها المغرب فكعنوان ديال ترجح دياله بمعنى أولويات لطرح المغرب مجهة نظاره اللي يجب على المجلس أن يتطرق إليها في العمق فكذلك هناك حاصلة لحد الساعة يعني بكل صراحة محترمة إن لم نقل يعني دات الجدوى والفعالية الأساسية نحن كمغرب لنا تجربة طويلة وعامقة وما تعرف بها دوليين في مجال حق الإنسان ولكن نحن كذلك كمغرب ننتمي إلى دول الجنوب بمعناه أن قضايا التنمية قضايا أساسية بالنسبة لبلدنا قضايا التنمية للتجاوب مع حاجيات الساكنة في المغرب وجل المعمور لما نتكلم عن حقوق الإنسان هناك في طبع الحال حقوق التي تعتبر أساسية السياسية والمدنية وهذا يعني ما أعترف به بطبيق الحال ولكن هناك إشكالية خرابة ما يتعلق بالالتقاء أو التنمية تلك الحقوق واحترامها وهنا كدولة سائرة في طريق النمو المغرب يحرص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مسألة يعني من ذات العالمية ومرتبطة أولا بتوجهات الدبلوماسية دي المملكة المغربية كما يقودها جالة المالك ومعروف أن جالة المالك على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي يعني في كل تحركات دياله يلح دائما على مسألة التنمية كمسألة أساسية والتجاوب مع حاجة تساكنة لنرى مثلا ما قمنا به في المغرب فيما يتعلق بالإعاقة فيما يتعلق بحقوق المرأة فيما يتعلق بمثلا نمط التنمو الجديد الذي يعني ينص على التغطية الاجتماعية إلى غير ذلك فانطلاقا من السياسة ومن الواقع كما يمارس المغرب ومن تجربته نحن طرحنا أولويات للمجلس وأعلننا عليها يعني بكل وضوح فيما يتعلق مثلا بالأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المناخي نعم وهذا ما بقيناش على مستوى الكلام نظمنا أنفسنا وكانت هناك لقاءات دولية بدعوة من رئاسة المغربية بحضور أهم مدراء المنظمة الدولية حتى الذين أتوا من خارج القرى الإفريقية وحضروا معنا طيب اتحال ربما عندكم تفاصيل مثلا نظمنا ما يسمى يعني جلسة رئاسية محادثات رئاسية بحضر كل هذه الشخصيات وبحضر فعاليات وأكاديميين يعني وباحثون وتحت المسؤولية الرئاسة المغربية المباشرة وخرجنا خرجنا بيعني تصورات وبوثقة مهمة فيما يتعلق بالتداعية تغيير المناخية على الأمن الصحي والأمن الغذائي وتم تقديم هذا الوثقة لرئيس الجمع العام في نيويورك في إطار المفاوضات السارية الحالية والتي ستفضي إلى قمة المستقبل المرتقب يعني انعقادها بعد 15 يوم يوم 22 و23 بالتحديد في نيويورك بمعنى هذا مساهمة المغرب مساهمة الرئاسة المغربية في مرشدولي ضخم وبالتنصيص على هذه القضايا هذه هذا من جهة من جهة أخرى كذلك ربما في علمكم وتم ذلك فقط الأسبوع الماضي حيث نظمنا نظمنا كذلك نفس الجلسة الرئاسية فيما يتعلق بالتداعيات يعني الدكاء الاصطناعي والتكنولوجية الحادثة على التمتع بحق الإنسان وهنا منطلقا من مصالح دول الجنب منطلقا من مصالح الدول التي يعني لها تعطي أولوية لأجندة التنمية طرحنا في النقاش قضية الهوى الرقمية قضية الولوج إلى التكنولوجية الحادثة في قطاعات أساسية بالنسبة للحياة اليومية وبمعنى حق الإنسان كالصحة هل يمكن اليوم الولوج إلى الطب بدون تشخيص الراديولوجي مثلا الذي يتطلب تكنولوجية حادثة إلى آخر إلا هذا أشياء وكذلك في نفس المنهجية جلبنا تقرير من كل هذه النقاشات ومصبقا عن طريق كذلك السفراء الذين عينوا من طرف الرئاسة المغربية ويشتغلون تحت إماراتها فقدمنا تقارير مجددا لتلك المسلسل الذي هو يجري الآن في نيويورك هذا كله يجعل عندنا الحصيلة الملموسة أمور يعني هي ملموسة الحصيلة الآن يعني محترمة ممكن نقول حتى أكثر وستروا إن شاء الله بعد أسبوعين لأول مرة تحت الرئاسة المغربية سيضع ستضع هيئة استشارية في ما يتعلق بمقاربة النوع ما بين الرجل والمرأة حتى ندقيق الأمر وهذه هيئة الاستشارية كونت من طرف الرئاسة المغربية وستبقى مستدامة وهي يعني سيلتحق بها مدراء المنظمة الدولية هنا في جونيف بعض السفراء الذين معروفون أو السفرات الذين معروفون يعني بنشاطهم فيما يتعلق بمقاربة النوع وكذلك بعض المؤسسات الدولية والمجتمع المدني بما في ذلك الهيئة الأممية مكلفة بحقوق المرأة وهذه الهيئة ستكون لها من المسؤوليات الأساسية يعني ضمان التوازن والمساوات ما بين الرجل المرأة في كل المسؤوليات وفي الحقوق وممارسة المسؤوليات داخلها من منظمة الدولية وهذا له رمزية كبيرة جدا بالنسبة للمجلس كي يقوم بدوره وهذه هي كذلك من نتائج الملموسة كالحاصلة لرئاسة المغربية يزيد على ذلك أن هناك مسلسلات أخرى يعني قائمة ذات وتشتغل وستبقى تشتغل إلى غاية نهاية ولاية المغرب في أواخر شهر دجانبير شهر 12 مقبل تتعلق بإصلاح المجلس تتعلق بفعالية وعقلنات وضعت فيما يتعلق مثلا بالعقلنا وفيما يتعلق بفعالية أشغال المجلس الصفراء الذين كلفوا من طرف الرئاسة المغربية قاموا باستشارات مشاورات واسعة جدا مع كل الأفعل يعني لن أدخل في التفاصيل ولكن أنا كرئيس أحرص كذلك أن نساهم في هذه المسلسلات شخصيا مع الزملاء وليحد الساعة هناك يعني تقدموا حتى صور على ما هي مثلا الإجراءات التي يجب تتبنيها من أجل تخفيف من كتفة الأشغال من أجل تخفيف من خلط الأشغال من أجل أن يكون المجلس يركز كما ينبغي لأن هناك نوع من المزيدات أعطيكم صورة لأن الدول تتقدم بمشاريع قرارة كما ستلاحظون في الدورة الحالية يمكن أن نصل إلى 40 مشروع قرار ما معنى مشروع قرار؟ مشروع قرار يعني خلق ألية أو طلب بتقديم تقارير أو متابعة نقطة هنا وهناك فتجعل أنه كتافة الأشغال ووزن ضخم الكبير لمسؤولية المجلس أصبح يعيق عامل المجلس والرئاسة المغربية من أولويتها ونحن نطبق ذلك وسنرى إن شاء الله النتائج في الأسبوع المقبلة أن تكون هناك مقترحات مدققة لتجعل ويوافق عليها نتمنى ذلك الجميع أن تكون تركيز وأن يكون عدم الخلط وأن تكون يعني التوجهات المجلس تتجاوب مع إمكانيته أولاً إمكانيته ونحن نمر من أزمة مالية خانقة في إطار الأمم المتحدة أربما أنتم بالطلاع على ذلك هذه سياقية يعني في إطار احترام طبيعة الحال الالتزامات للدول ولكل نعم بالنسبة للتحرش لأول مرة لأول مرة في تاريخ المجلس يعني والآن هي قائمة الدات لأنها تم نشرها عبر يعني شبكات الأخيرة يعني لأنه هناك سوابق يعني سلبية مع الأسف ولكن الأمور تتغير وتتحسن وكانت هناك المبدأ هو أن يتم طبيعة الحال منع أي نوع من التحرش وأن تتم المتابعة وأن يكون يعني هناك أخذ إجراءات سارمة إذا ما كانت هناك تلك التحرشات في اتجاه الذين سيقومون بها أو هم مسؤولون عليها فالآن هذا البروتوكول ينظم الأمور أحسن بمعناه يسهل على إذا ما كانت هناك ضحية ما يسهل عليها الولوج إلى الميكانيزمات المختصة كي يتخذ القرار المناسب وكي تكون هناك الكل يكون على بينا أنه المجلس صافي من أي نوع من التحرش وعلى وجه الخصوص التحرش ضد النساء موسيقى 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 باسم مجموعة يعني محصورة جدا داخل دولة المجلس فهي عبارة عن ورقة كاذب فيما يتعلق مثلا ما يعني يدعمون من استغلال تروات طبيعية في أقلة من الجنوبية ويفبركون كلام ليس له أي علاقة بدوالي بالأمم المتحدة لا يتكلمون عن قرارات مجلس الأمن وهي واضحة في الاتجاه لا يتكلمون عن تعاون المغرب لا يتكلمون عن تهرب دولة الجارة من مسؤوليتها كما هي منصوص عليها في قرارات مجلس الأمن بالحضور إلى طاولات المستديرة وبتحمل مسؤوليتها فهناك نوع من بروباقوندا هذا ما نسميه نحن هذا ما قصد بسيد الوزير تسيط أشغال المجلس واستغلال المجلس لأغراض لا حلقة لها وأتر انتباهكم أنه ربما أنتم تتبعون أشغال المجلس من باب الأدبيات ومن باب الأخلاق يجب تعاطي لقضايا من طرحة في جدو الأعمال أو يشار إليها من طرف المسؤولين الأمميين الذين يطرحون إشكاليات فقضية الوطنية قضية السحراء ما يسمى بقضية السحراء ليس في جدو الأعمال وليس في قرارات وليس في تقارير المفوضين منذ سنوات وسنوات وسنوات هناك فقط وأدعوكم إلى قراءة قائمة مجددا محدودة جدا لتلك الدول التي تدلي بيانات ضد المغرب أولا هي دول تخرق حقوق الإنسان ومتابعة دوليين بطريقة قوية ويمكن أذكرها يعني بكل فينيجولان نيكاراكواز هل هذه دول معروفة باحترامها لحق الإنسان بالعكس من أكبر من أكبر يعني الدول التي تخرق حق الإنسان بطريقة ممنهجة بطريقة ممنهجة ومعروفة ككوبا وغيرها إلى آخره وأنا أقول هذا الكلام وأقول أحتل صفراءهم وأقولها هنا علما بأنه قضية الوطنية يعني لا تأخذ ولا يعني 0.1% من المداولات هنا في المجلس ولكن نحن بالمرصد إلى هذا المواقف ذلك وفدين أو ثلاث وفد تم تغلطهم وأرسلوا مندوبون ولما دخلوا للقاعة كانوا ينتظرون أن النقاش يدمر حول قضية الفلسطينية فإذا به كان في هذه الإشارات يعني وخارجوا بكل صراحة ممتعدون من هذا وكلمونا يعني بما في ذلك السفير فلسطين بحد ذاته قدم الاعتدار بما في ذلك سفراء أو أخرين اتصلوا بيها وقدموا الاعتدار وقالوا لا يتبنوا لا من قريب ولا من بعيد بالكلام الذي تدول هناك يعني محاولة تغليب يعني دائما دائما هناك أتر انتباهكم أنه هذا ما يسمى بالورشات التي تنضم من المعدن أولا الحضور دائما باهت إن لم يكن بكل صراحة حضور يعني خلينا نقول هامشي هامشي رغم كل بروباقوندا ورغم كل ما يقومون به ورغم كل ذلك ويأتون بسواء يعني بما يسمى بخبراء إلى خيره هذا من جهة من جهة أخرى ليس له أي صدى في أشغال المجلس وليس له أي امتدات عبارة هذه الأمور أتر انتباهكم ينظمونها منذ عشرات سنين هنا في جنف منذ عشرات سنين ونفس المنهج من أجل استغلال المجلس يعني بوابة وذلك يمنى بالفشل يمنى بالفشل الدارع وأنا أقولها يعني لا أحد يعطيهم اهتمام أو شيء من هذا القبيل واضح أدعوكم لتفحص البيان الذي أدل به البارحة تافير الجمهورية الدومينيكان بيان أودليا بإسم 38 دولة بإسم لا معنى أن يعني هذه أولا مقارنة مع كل بيانات التي تدلى داخل المجلس رقم يعني يتير انتباه ومهم جدا ومن كل قارات العالم علما بأن الدول التي تساند موقف المغرب طبيعة حال تتجاوز هذا الرقم بكثير ولكن نحن ونحن هنا في إطار لا علاقة له بالتدبير في القضية الوطنية نحن دائما نقول قضية الوطنية تروحها على مستوى مجلس الأمن ومجلس الأمن عنده مسلسل سياسي يجب احترامه ومجلس الأمن قال كلمته في ما يتعلق بالمبادرة يعني المغربية في الحكم الداتي والمجلس الأمن قال كلمته في ما يتعلق بإحصاء اللاجئين في أو استكناء محصورة في معذكرات تندوف ومجلس الأمن اعترف فيما يتعلق بجانب الحقوق الإنسان بأن هناك آليات داخل الوطن تقوم بواجبها في الاتجاه أكثر من ذلك يعني الذين أشرتم إليهم ويندمون تلك الورشات الأخيرة إذا ما تم افتحاص بعض الأشخاص الذين يكون هناك حاضرون هناك يأتون من الأقالي من الجنوبية بجوازة سفار مغربية ما معنى ذلك؟ نحن في وضع ثقة كاملة في أنفسنا وتانيا نعتبر تلك الانفصاليين يعني كمشة مهمشة لا صيت لها لا داخل الوطن ولا حتى هنا ومعروف من هو يحركهم من وراء ومعروف من يمولهم ومعروف أن كلامهم فقد كل مصدقية أعتبارا أنهم كل الكلام أو القدف الذين يعني يحاولون توجيهه إلى المغرب فارغ المحتوى المغرب دولة يعني تقدمت بكثير في بناء مؤسسات حقوق الإنسان المغرب دولة يعني متالية في هذا الميدان متالية أدعوكم وأنا أتكلم معكم هناك بطريقة كمهنيين في الإخبار وفي الصحافة وفي التدقيق المفوض السامي في كل تقارير الذي يقدم المجلس يذكر خمسين ستين سبعين دولة في العالم أنا أمارس مهنتي هنا كرئيس هذه البعتة منذ سنوات وسنوات ولا تم ذكر المغرب مرة واحدة ولا تم ذكر المغرب مرة واحدة فيما يتعلق بسياسه في حقوق الإنسان وقضايا الهجرة كما تضبر من طرف المغرب قضايا اللجوء كما تضبر من طرف المغرب مقارنة مع الجار الذي يطرد بطريقة غير إنسانية عشرات الآلف من اللاجئين في التجاهة يعني السحراء القاحلة في ظروف غير إنسانية ويأتون هنا لقد في المغرب فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان نحن لا نقبل ذلك لا نقبل ذلك إطلاقا والأمور معروفة ومضبوطة والمنظمة الدولية ذات الصلاة الأمور عندها موتقى كما ينبغي إذا كنتم تشيرون إلى تقارير بعض المنظمات الغير الحكومية أو بعض المنظمات التي تنصب نفسها يعني واصية على تتبع قضايا حقوق الإنسان في العالم فهناك دائما الرد من طرف المؤسسات المغربية يعني دائما نرى مثلا ما يقدم من طرف مفاضية السامية لحقوق الإنسان أو حتى من طرف المتتبعين على قضايا حقوق الإنسان في المغرب هناك كذلك هنا مغلطات وهناك جهل حقيقي جهل حقيقي لأنهم ربما يأخذون أخبار مفبركة إلى خيره ويدمجونها في تلك التقارير أما الحقيقة الواقع أدعوكم إلى قراءة تقارير مثلا الإجراءات الخاصة التي زارت المغرب زارت المغرب بكل يعني نحن استقبلنا أكثر من 12 الإجراءة خاص والمغرب يتفاعل مع كل اللجان التي يعني تتابع تطبيق اتفاقيات الدولية في مدان حقوق الإنسان هذا هو لا يريد الميزان هذا هو الميزان أما واحد ينصب نفسه ولمون دمت نصب نفسها وتقول بأن المغرب فيما تعلق بحرية صحفة أو عنده واحد للمستوى معين إلى خيره إلى خيره فعنا يعني الواقع شيء آخر ربما بتابع تحرك ما كينش هناك دولة في العالم سليمة مئة في المئة فيما يتعلق باحترام حق الإنسان دائما هناك بطبيعة الحال هناك لأن هذا داخل في إطار طبيعة الحياة اليومية وفي طبيعة حياة المؤسستية إلى خيره ولكن المغرب بلد منفتح والمغرب يعني معروف أنه تقدم بكثير في كل هذه الجبهات في حرية تعبير أو في حرية بطبيعة الحال السياسية في قضية يعني الصحفة والصحفة منظمة أنك ما ينبغي وهناك يعني توجهات لقصد المغرب بقضايا لا علاقة لها في العواقع بحرية الصحفة وأنتم تعرفون ما أريد أن أعبر عبر ذلك هناك قضايا ربما كانت في القضاء المغربي طرحت ونقشت وقال القضاء كلمته فيها وأنا ليس لي يعني أي تدخل في هذا الميذان وإذا ما كانت هذه التقارير تبنى على ذلك كما تفضلتم ويقدف المغرب من يعني من عبرها فنحن نرفض ذلك أولا بعد أنا منذ يعني جلوتي في كرسي الرئاسة من اليوم الأول يعني حرص عن استقبل ممتلين تلك الدول ماشي مرة ماشي جوج وحتى هذه الدورة سأستقبلهم دائما أستقبلهم للنقاش معهم والحديث معهم ولإنسات إليهم متطلباتهم لماذا هذا الحرص لأن هذه الدول كما شرت إليها من قبل يعني أخطبوط أشغال المجلس شيء استثنائي مثلا غير في إطار هذا الشيء سيتم تداول وتدارس 80 تقرير 80 تقرير في خمسة أسابات زيد على ذلك نقاشات أخرى زيد على ذلك تبني القرارات إلى خير إلى خير إلى خير هذه الدول ليست لها الزخم الضروري والقدرات الإنسانية الضرورية وحتى الوقت الكافي لتتبع كل هذا الوزن التقيل لأشغال المجلس فإذن لها خصوصيتها ورئيس المجلس حق الإنسان بالمناسبة هو المنصق فيما يتعلق بإدماج المجتمع المدني في الأشغال وكذلك إجمع تلك الدول فرئاسة المغربية تحرص على أن يكون هناك لهم أولا الحضور وتمد لهم كل إمكانية اللوجستيكية اللوجستيكية لتتبع شغال المجلس عن بعد أو نلح على ضرورة التكوين لأنه ليس بالسهل تعاطي مع تقارير لها تقنية عالية ولها امتدادات قانونية مشعبة يعني صعبة إلى آخره فهذه الدول يعني الحضور ذي لهم هنا مهم جدا وكذلك أن يعبروا عن مواقفهم في كل القضايا التي نتكلم عليها هذه الدول مثلا فقط لهذا الجانب هذا إذا ما فحصتم هم الذين يتضررون أكثر من تدعية تغييرات المناخية هناك دول مهددة بالانقراد بالانقراد نهائي منهم هذه الدول الصغيرة إلى آخره فإذن صوتهم هنا من الأولوية الأساسية حتى يدافعون على مواقفهم حتى يواكبون أشغال المجلس وحتى يسمع صوتهم لأننا نحن عندما بدأ في الممتحدة هو مبدأ المساوة هناك دول كبيرة هناك دول صغيرة ولكن لما يأتي وقت الصوت له بطابة الحال وزيد على ذلك الرئاسة المغربية كذلك يعني في سياق الأولويات لما نتكلم عن تغييرات المناخية عن الأمن الغذائي والأمن الصحي وكل ذلك تتجاوب مع حاجتها الدول ومع أولويتها بصفة يعني لذلك كرئيس دائما ألح في افتتاح الأشغال أن أرحب بهم هناك سناديق مخصصة لتمويل أنشطاتهم كذلك وهذا من المبادرات المستحسنة وهناك كذلك إجراءات خورة إجراءات خورة تتعلق بهم مثلا الاستعراض الدوري الشامل هذا واحد استعراض مهم جدا يعني في كل دولة تأتي بتقاريرها إلى خيره ويتم تشجيعهم في الحضور لأنه هناك مبدأ اليوم معروف في أدبيات الأمم المتحدة هو عدم تخلي عن أي أحد لا يوجد أحد هذا هو الكلمة المصطلح عدم تخلي عن أي أحد بمعنى تلك الدول لها منصبها ولها دورها الكامل داخل المجلس ومتنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي